فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يعتقد أن مس المصحف بغير وضوء لا بأس به وكذلك مس الذكر فهل يصح لنا الصلاة خلفه؟ لا لا يصح أن يجعل إماما يرتب إماما للناس ما يرى هذه الأمور أما إذا صادفت أنه يصلي ولهن جماعة ثانين وإذا ما صليت معه صلي منفرد فصلي خلفه ولا تترك الجماعة أما أنه يرتب إماما وهو يرى هذا الرأي فلا يصلي إلا بمن هو مثله